اهلا وسهلا بحضراتكم وذلك بعد اكثر من مائة يوم من الحرب الاسرائيلية المتواصلة على القطاع المنكون وكانت قيادة جيش الاحتلال قد دفعت بالفرقة السادسة والثلاثين والتي تضم لواء جولاني لتنفيذ العمليات العسكرية في محاول التوغل شمالي ووسط قطاع غزة في الشيخ عجلين والرمال والزيتون والشجاعية بالاضافة الى مخيمي النصيرات والبريغ وابقى الجيش الاسرائيلي على ثلاثة فرق عسكرية في قطاع غزة بما في ذلك الفرقة المائة واثنين وستين التي ستتمركز شمال القطاع لتنفيذ الغارات والمدهمات وعمليات مركزة تستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية في المنطقة وستعمل الفرقة التاسعة والتسعين على مواصلة احتلال المناطق التي تربط شمالي قطاع غزة بجنوبه وكذلك المحاول المركزية بهدف مواصلة تقسيم القطاع كما سيبقى الاحتلال على الفرقة السامنة والتسعين والتي تقاتل في خان يونس بقوات معززة وفقا ما اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي وكان رئيس هيئة الاركان الجيش الاسرائيلي هارتسي هليفي قال امس الاول السبت ان اربع فرق قطالية تعمل في غزة وان القوات تتقدم في الميدان وفق الخطة المرسومة وقال هليفي لقد انجزنا تفكيك الاطر العسكرية لحماس في شمال القطاع وتتوجه القوات الان للقيام بمهامها من اجل تكثيف الانجازات والحفاظ عليها في هذه المنطقة على حد قولي اذا مرة اخرى اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي واف جالنت رسميا انتهاء اكتياح البري الاسرائيلي بمرحلته الكثيفة شمالي غزة واقتراب انتهائه جنوب القطاع وفقا لما افادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها وقرر الجيش الاسرائيلي اليوم الاثنين سحب الفرقة السادسة والثلاثين من قطاع غزة مقيا على ثلاثة فرق عسكرية كاملة في انحاء القطاع وذلك بعد اكثر من مائة يوم من الحرب الاسرائيلية المتواصلة على القطاع المنكوم مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية هذه التقطية بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء